بعد ارتفاع سجل في المادة لأشهر طويلة برصة أسعار اللحوم البيضاء تتهاوى في الأسواق حيث تراوحت الأسعار بين 340 و 360 دينارا للكيلوغرام الواحد انخفاض أرجعه التجار إلى عزوف الزبون الذي تعددت خيارته فأضحى يفضل اقتناء اللحوم الحمراء المستوردة لكون أسعارها في المتناول اجراء موفق هذا وفر له شواء للمواطن بكريكان المواطن هذا محصور لحم 160 و 180 الف و 120 الف بقالي تجاه للمواطن كامل الجاج اليما تلخرين الحمد لله ما ليش عارف كي كطروا الامورتاسون تعلحمه مقبل يعني الحق سوفرين سما هبطت هبطت الجاج ودرما ما زالي سيدي هبطت عليكش الغنبي هذا اللي جابوه والبقري راه هابط فتح الاستيراد عامل آخر سهم في تراجع أسعار اللحوم البيضاء وفق حماية المستهلك التي دعت إلى ضرورة اغتنام الفرصة وإجراء تعديلات في شعبات الدواج للقضاء على الاختلالات وتفادي السيناريو الارتفاع مستقبلا فتح الاستيراد في حل ذاته يعني كآلية جديدة سيساهم يعني في خفض أسعار اللحوم البيضاء خاصة من العرب المستهلك الجزائري يعني يضع اللحوم البيضاء في المرتبة الثانية بعد اللحوم الحمراء يبقى فقط فتح النقاش أو شعبات ترمية الدواجل وتصحيح الاختلالات الموجودة إغراق الأسواق باللحوم الحمراء المستوردة التي نالت رضا المستهلك من حيث النوعية والسعر وتنس بها مع القدرة الشرائية وعدم التهافت على اقتناء اللحوم البيضاء عوامل سهمت في اتراجع الأسعار ورضوخها لاختيارات المواطن